اشتركوا في القناة وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مجمع الملك الحسين للأعمال أصعد الله وقاتكم بكل خير متابعين ومتابعي طقس العرب في الأردن نهار اليوم سات أجواء مستقرة في عموما مناطق درجات الحرارة ارتفعت قليلا حيث أصبحت حول معدلتها لمثل هذا الوقت من العام درجات الحرارة كما ذكرنا كانت نوعا ومرتفعة لمثل هذا الوقت من العام طقس بارد نسبيا خلال ساعة النهار لكن بارد خلال ساعة الهيل هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة باستثناء يوم لأثناء حيث تهب على المملكة رياح شرقية تزيدنا الشعور بالبرودة المحاول الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر وارتفاع على درجات الحرارة لكن رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تزيدنا الشعور بالبرودة يتوقع أن تهب على المملكة يوم غد الأثنين سؤال أقوى مصطنعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لبعض كميات من الغيوم المنخفضة في جنوب المملكة هي ناتجة عن ارتفاع في نسبة الرطوبة السطحية سرعا ما تلاشت هذه الغيوم مع ساعات أزل الصباح المتأخر وخلال ساعة الظاهرة فاسحة المجال لأجواء صافية في عموم المناطق المنخفض الجو الذي أثر علينا خلال ثلاثة أيام الماضية ابتعد بعيدا نحو الأراضي الإيرانية والعراقية فاسحة المجال أيضا لأجواء مستقرة في عموم منطقة بلاد الشام والجزيرة العربية والعراق توقع أن تستمر هذه الأجواء المستقرة خلال الأيام القادمة نذاب الآن وإياكم لخرى التوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثة يوم الأحد تكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقم العام لكن اعتبارا من يوم الاثنين ويوم الثلاثة ترتفع درجات الحرارة المقاسة قليلا تصبح أعلى من المعدلاتها مثل هذا الوقم العام لكن يوم الاثنين تحديدا تحب على المملكة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعة الليل والصباح الباكر نبقى نتحدث عن الرياح المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثة يوم الأحد تكون الرياح غربية خفيفة السرعة بالمجمل لكن اعتبارا من يوم الاثنية تمركز مرتفع جوي فوق الأراضي العراقية يدفع برياح شرقية إلى جنوبية شرقية جافة نحو المملكة هذه الرياح ستعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعة الليل والصباح الباكر هذه الرياح تتراجع شدتها اعتبارا من يوم الثلاثة هذا بالآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسهد طقس مستقر بشكل عام تتفرق بعض الغيوم المنخفضة 8 درجات مئوية فقط الملموسة 6 درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثة 18 درجة مئوية أما الصغرى 10 درجة مئوية نفس الحرارة المتوقع يوم الثلاثة والأربعة لكن يوم الثلاثة كما ذكرنا تهبع المملكة الرياح الشرقية إلى جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة على أن تتراجع هذه الرياح اعتبارا من يوم الثلاثة ويستمر تراجعها يوم الأربعة بهذا ننهي نشرطنا للقاء ترجمة نانسي قنقر